نبدأ التاريخ الفني للمرحلة دي منين؟ هل من قبل مرحلة 73 والفترة بين 67 إلى 73 لأنها كانت فترة برضو متوهجة فنيا شوية وإن كان بملامح الحزن شوية والصدمة؟ نبدأ من دي ولا نبدأ من أكتوبر ولحظة الانتصار على طول؟ نبدأ من لحظة الانتصار؟ نبدأ من لحظة الانتصار دايما كل حكاة والقصر نسمعها نبدأ كتلحظة فريدة مش بس على الجامعة لكن كتلحظة فريدة كمان في وطنية الفنان المصري بتشوف الجزئية دي إزاي حضرتها؟ الحقيقة كل الشعب المصري بما فيهم الفنانين مطربين ملاحنين شعرة كانوا في انتظار اللحظة دي وكلهم عندهم إيمان أنها لازم هتحصل يوما ما فلما حصلت حصل نوع من التواهج الفني كل المطربين والملحنين توافدوا على الإزاعة طبعا من أول من تاني يوم للعبور ولكن تم تأجيل التسجيل الأغانية وبدأ التسجيل يوم 10 أكتوبر 10 أكتوبر ده كان أول يوم يقال إن هم راحوا قابليها بس ما رديوش دخلون إنه كانوا خايفين لو الإزاعة تقصف أو شيء وفي ملاحنين قدموا نصوص وكده قابليها يعني من تاني يوم ولكن تم تأجيل كله تقريبا ابتدى يوم 11 أكتوبر تتزعى أول إغانية أو 10 أكتوبر وكانت أول أغنية طبعا عيوم مصر رايحين شايدين في إدنسلح لعلي اسماعيل ونبيل أنديل المجموعة كانت الغنوة معمولة الفيلم العصفور وما كانش تعرض لسه كانت معمولة الفيلم أصلا نعم والفيلم المؤخر جيسف شهين ما كانش لسه تعرض فراحوا الستوديو مصر تقريبا الستوديو اللي فيه الفيلم وخدوا الغنوة من شريط الصوت بتاع الفيلم ومنتجوها وتزعت كانت أول غنوة جديدة تتزعى للمعركة والحقيقة وقال أنه علي اسماعيل قال الأغنية المصر عندي أهم الفيلم والأغنية زي ما أنا قلت في الأول أن الإيمان كان إيمان عظيم جدا بأن اللحظة دي تحصل وده وضح في الكلمات الأغنية طويوم مصر أو رايات النصر رايحين شايلين في إدنى سلاح راجعين رفعين رايات النصر دي مكتوبة قبل المعركة يعني فحقيقة أغنية عظيمة الحقيقة نشيط عظيم بدأ أبقى التسجيل كان أول أغنيتين كان على الرباوة لبليخ حمدي وعبد الرحمن وعبد الرحيم منصور وأغنية أميليك السلام يا مصر يا بلادي العبد الحليم حافظ برضو عبد الرحيم منصور وبليخ حمدي بليخ حمدي ليه دايما كان ليه نصبه الأكبر في المرحلة دي نعم هو قدم حوالي هل هو عشان كان منجز ولا لإيل وكان عبطاري في سرعة التواكب هو صاحب أنجح الحياة الحقيقة وكان صديق طبعا الأستاذ وجد الحكيم كان هو المشرف على الموسيقى والغناء في الإزاعة فكان مسؤول عن تسجيل الأغاني سمعته مرة في اللقاء بيقولكوا أنت هقدم في بلاغ في الإسم آه هو يعني زي ما حكى الأستاذ وجده أنه رفض ويدخلوا الإزاعة يسجيلوا أغاني فقال له أنا هطلب بوليس النجدة يجي دخلني وأقول أنتوا تمنعوني أغاني البلدي وهي بتحارب وبتنتصر طبعا لأ طب كان زي بيتم المراجعة يعني برضو الناس معهم نقرأ بيقولك كانت في خلية نحلة في التلفزيون والناس كلها راحت ومش مرتبة حاجة نعم وفيه اللي خلص في أغنية في تلت ساعة في عام الوقت القياسي وكانت الناس بتقعد الشغل مع بعض تامي بورش عام يعني اللحظة دي في جوة التلفزيون كانت إزاي وإزاي كان بيتم وفق على الأغاني في الوقت السريع ده والقالية بتمشي إزاي وقتها كان الإزاعة الكبير محمد محمود شعبان بابا شارو كان رئيس الإزاعة وكان في لجنة للنصوص بترجع لجنة النصوص بترجع الأغاني الأول بتجتمع اللجنة دي تقريبا كل يوم سبت أعتقد مرة واحدة في الأسبوع فكان علشان اللجنة دي النصوص اللي بتيجي للإزاعة أول بول ولازم تتسجل بتتلحن تسجل في نفس اليوم فطبعا مش هستنى اليوم السبت الجاي فكان بابا شارو نفسه هو اللي بيقرأ نصوص وبيراجعها وبيجزها بشكل يومي والدرجة أنه بابا شارو بقى ينام على كنبة في المكتب بتاعه لأنه كان فيه أغاني بتتسجل ويخلص تسجلها وتتمنتج وتتسجلها ساعة ثلاثة فجر لأول مرة لأول مرة فكان الشغل طولي الأربعة وشرين ساعة فيه أغاني بتتسجل وتتلحن وبتتعمل يعني أعتقد أنه في شهر أكتوبر الواحده تسجل حوالي أربعين أغنية يعني في شهر تقريبا مواقع اللحظة يعني هو اللي تقدم للمعركة تقريبا حوالي فوق الثمانين أغنية الثمانين أغنية نعم نصوهم تقريبا تقدم شهر أكتوبر يعني تسجل وتتزعف شهر أكتوبر